الأسبوع ده حصل في مصر واقعة مؤسفة الحقيقة والناس كلها شافتها لما اقتحم ناس من عامة الشعب باسم شرطة وهاتك يضربوا بهدلة لكل اللي في الاسم من زباط وؤمن وحتى المأمور شخصيا خد له لسعتين من كورباج سوداني بعد ما تأخروا في كتابة محضر الناس دي جاية تعمله ومع ذلك وبرغم وضوح الواقعة اللي شافها ملايين كلهم بيسألوا لحد دلوقتي هو المدام كانت رايحة لاسم شايلة معها الكورباج ليه لكن برضو قعدنا كامي يوم لا شفنا تحرك من الدولة ولا بيان من النيابة ولا إجراء رسمي على مدار يومين بحاله لدرجة إن حتى مدام نهادم والأمصان ما طلعتش تقول الست مش ملزمة توري الناس الكورباج اللي في جهاز العروسة بتاعها برغم إن كله متسجل بالصوت والصور واللي اعتدى معروف والضحايا معروفين بالاسم طبعا عزيز المواطن انت متنح دلوقتي وزي معنك بتقوله هو جدادة بيخرف وليه بس انت عندك حق لأن الكلام ده حصل بالفعل مع تبديل الأدوار البلطاجي كان زابط طيار وأهله والضحايا كالعادة هم اللي دايما مستبحين سواء من عامة الشعب أو من المهن اللي زي التمريض اللي مباح لحظ ظابطه وأسرته إضربوهم بأي حاجة من أول البيادة لحد الكورباج والمكان ما كانش اسمه سورط لكن كان مستشفى قويسنا واعتقد دلوقتي انت بدأت تتخيل لو كان كلامي في البداية صح وكان الضحايا ظابط ولا قاضي والمعتدي هو مواطن عادي كان حصل له هو وأهله والشارع والحي اللي ساكن فيه ايه بعد ربع ساعة بس من الاعتداء تخيلت؟ طب ممكن تتخيل حاجة تانية الواقع اللي متصورة دي وعليها كم التفاعل ده احتمالات تصبتها وطلوع المجرم فيها زي الشعرم العجيب اكتر من احتمالات رجوع الحق لاصحابه تخيلت كم الحقوق اللي ضاعت او لسه بتضيع على اي غلبان اتظلم وتحط عليه بعيد عن الكاميرات والسوشال ميديا هو ده باختصار المعنى الحرفي لدولة بيحكمها العساك عمر أديب عن احتجاجات الفاتورة الالكترونية وارد جدا انفاءات من المجتمع ما يعجبهاش قرارات فتحتاج عليها فانا بس مش عايز الناس توقف قدام الموضوع بفزعة هو ايه ده واحتجاجات وانقابة المحاميين والاطباء مش عجبهم وارد جدا انه يبقى فيه قرارات فيه فئات في المجتمع ما تعجب فده الاول انه حط النقطة دي على جنب عشان مش دايما يبقى عندنا الحساسيات بفيه حساسية عالية قوي من انه فيه ناس ويفوا في النقابة بتاعتهم وقالوا كلام بطريقة معينة وقالوا انهما رفضين للفكرة ايه ده عمر فيه حد في مصر معترض فيه فئات عامل احتجاجات دول اكيد جواسيس او عمل من اهل الشر ازاي تقول كيرا تجننتوا اللي ايه التظاهر بيسير البولبلة وبيخرم عجلة الانتاج عمر عيب اللي انت بترويجله ده وبعدين انت بتكلم مين بالزبط وبتقول له عادي ووارد ان يكون فيه احتجاجات على قرار وما تخافش وبتاع ما هو لو بتكلم الشعب فمين قالك انه متدايق ولا خايف من الاحتجاج ما هو بيسبلكو للنهار عادي يعني بالعكس انت عارف ان الشعب لو تفتح له بس باب الاعتراض كم واحد فيكو هيتعلق بالمقلوب في المدينة عمر ولا انت بتكلم اللي مشغلك وبتقول له ايه ده كده وروق وما تستغباش على المحامين والدكاترة والمهندسين وغيره عشان ديه فئات لو قامت عليكو مش هيبقى لكو قومة تانية ايه ولاد الديمقراطية واحترام الاختلاف وحق التظاهر ده بتروح فين كلمة وارد وعادي دي لما الناس بقالها سنين متبهدلة واول محد يفتح بقه بس بطوله عليه اخوان دلوقتي الاحتجاجات عادية وحق التظاهر مكفول انت مخضوضة عمر ولا ايه الحكاية رئيسة المجلس القومي للمرأة اشهد امام الله وامام الجميع ان السيسي مقتنع ان المرأة ان المرأة الدرع الواقي للدولة المصرية طب وانتي قاعدة معاه وهو عمال يشاهدك كده محددلكيش انهي مرأة بالزبط وايه نوع الدرع الواقي اللي بيعجبه والالوان اللي بتدخل مزاجه اصلا دي ازواقه يعني وكل رئيسه ليه درع واقي على مقاسه يعني يكلمك عن المرأة اللي بتسقفله وتزغرط على كل هاب دا بيهبتها في اختلطه ولا المرأة اللي بترقع دحكة رقيعة على نكته في مؤتمراته ولا المرأة اللي جوزها نفسه ما اكتشفش بعد 20 سنة جواز انها بتعرف ترقص غير لما بتهزله قدام اللجان الانتخابية او ان هو يشكر طبعا على الليفتة الكريمة دي بس حيات ابوك يا شيخة المرأة جاية بقولله ان فيه دروع تانية هو حاطط عليهم في البلد واسموهم مرأة برضه يعني شوية دروع رميهم في السجن ده غير الدروع اللي عسكروا اغتصابوهم او عملوهم كشوف عزرية على كم مليون درع مجوعهم وممر رعشيتهم غلاء وإحباط وفق بيخليه بص بص على الدروع دي لو ما فيهاش تعب يعني خالد الجن دي السيسي رئيس عنده انكار للذات ويعمل فيه صمت شفته مدرسة ولا مصنع ولا مستشفى اسمها السيسي الف مبروك علينا وعلى بلدنا رئيس صهران وتعبان ومكتهد ونشيد ومكافح رئيس ما بيضعش وقت بتعبان عشان بلدنا وصهران على مصالحنا وبيفتح كل يوم هو ده اللي انا قلته قبل كده ما بنشوفش المشروعات اللي هو هي بتفتح لا فيه بقى وضع سيادات وحجر الاساس وبعدين ولا حط الأسمنت والطوب وخط بعضه وماولاي كما خلقتني لا رئيس بتاع افعال افعاله هي التي تتحدث اللي عمله سيادة الرئيس دوات اللي انتو شفتوه ده اجراء في حياته بالمناسبة يعني اجراء عادي من يوم ما تولى الأمانة اللي ربنا أسندها إليه ودي نعمة من الله سبحانه وتعالى شفتو بيكلم الشباب ازاي شفتو في حياتكم حالة الحميمية والحب والتواصل مع ولادنا ومع شبابنا وبساطة شفتو ازاي بيتكلموا بتقائية شفتو مدرسة اسمها مدرسة عبد الفتاح السيسي شفتو مصنع مكتوب عليه مصنع للسيسي شفتو مستشفى السيسي شفتو كبري السيسي مفيش كلام ده انكرل الزاب وعمل في صمت وعمل دقوب ومواصلة يستاهل نقول له ربنا يجزيك خير يا رئيس وما يحلمنا مننا كابلنا على رأيك يا شيخ جيبنة والله بصراحة انت عندك حق في حتة تنينة ما شفناش اسم فشاخة الرئيس على مصانع ولا مدارس ولا مستشفات عشان دي حاجة منطقية اصلا لانه لا بيبني مصانع ولا مستشفات ولا نيلة اما بالنسبة للكباري فمش هقدر اكدبك هو بيبني كباري الحقيقة بس دي الحاجة الوحيدة اللي مستحيل يحط اسمه عليها مش عشان هو متواضع والهاجس ده ده عشان عارف انه مش نائس سف وتريقه كل شوى بقى الناس يقول اركب السيسي منين ادي كل الحكاية يعني اما بالنسبة لانكار الزات فانت راجل محترم ومش منافق ولا وصولي واحنا مصدقينك طالما شايف انه راجل متواضع يعني خصوصا انه مفيش خطاب غير لما بيقول فيه انا عملت وسويت وفهمناها سليمان وما تسمعوش كلام حد غيري وعنده انكار الزات فعلا يعني مش مسمي حاجة باسمه ولا عامل مسجد الفتاح العليم ولا حاجة ولا صوره موجودة في كل خرمة إبرة في مصر من اول الشوارع لحد المكاتب والوزارات والمصالح الهكومية ولا بيطلطع اسمه وصورته على كل مشروع ولو حتى فتتح بلعت صرف صح ويتكتب عليها بقى تحت رعايد فشاخت الرئيس عفتاح السيسي ولا حاجة خالص الراجل ده ظالم نفسه معنا والله يا فضلت الشيخ فرق علوس إبراهيم عيسى أخطأت في حق نفسي بعدم كتابة يومياتي طب الحمد لله قدروا لطف يعني للي فينا مكافينا بصراحة بص عيسى وانت لو شايف انك أخطأت في حق نفسك عشان ما كتبتش مذكرتك ده موضوعك انت لكن مع الناس انت عملت الصح والله الناس أساسا بتشوفك خمس دقيق بيركابها ميت عفريق عاوزهم يقروا يومياتك اللي ملايش عايزة أصلا وتشرك القراءة بقى في معاناتي في رفع حملاتي وأنا الآن في الحمام نزل علي الوحي كالمعتاد في فكرة الرواية القادمة وأنا دلوقتي بسلك بلعت الفيل عشان تلهمني برأي جديد وشاز في الدين اعمل بيه فرقعة واتهزة عشان انا حبيت الموضوع ده قوي طب دي كنت هسميها ايه بقى يوميات الحملات في فقه الخزعبلات عموان أبراهيم مش عاوزك تقلق يعني يومياتك مكتوبة ومتسجلة في كتابك بالحرف ده كلام ربنا مش كلامك ولا كلامنا يعني لم يسي الحديدي تزوف بشرة للمصريين مع ضجم عنده تنم وتلازمة قلب حزين واحد عشان متجوزك والتاني عشان صعرانه بيأكل كتير يحاول ولا قوة إلا بالله وكمان ما عندهش مناعة بسبب التفاصة والكباب والكفتة اللي بيقعد يلغ فيهم على الهوى دي والشعب كده عنده مناعة ربانية بسبب الجوع طب دي حاجة حلوة خالص يعني احنا ظلمين السيسي والحكومة عشان مجوعين الناس وقتاري كل ده خطة ممنهجة للارتقاء بمناعة المواطن ظلمناك ريس حقك علينا عمالين نهزق فيك وانت عاوز مصلحتنا وكل همك صحت ومناعة الناس تبقى زي الفل خلاص يا جماعة احنا كده وصلنا للمحطة الأخيرة هم الأول بدأوها بالتمهيد ونجوع ونجوع وتحيا مصر وبعد كده السيسي قال لك ناكل من وراء السجر دلوقتي وصلنا الليفل الوحش ان الجوع نفسه وسيلة لتحسين الصحة وزيادة المناعة ماهو الميت ما بيعياش يبقى صحيته تتحسن ولا لا برضو اخي السيسي ده سبق في كل حاجة طبيب فلاسفة على حق يعني لا دخل كلية طب ولا درس علوم تغذية بس جابهلنا ما الكنترول من قبل الطب والعلم وكلام الفارغ ده حاجة واحدة كن كده كده اي حاجة سهل مش هنأكل ما أنا كن هنجوع يعني نجوع ابراهيم عيسى جي على بالي أعمل فيلم كوميدي بس المنتجين حصروني في الأعمال المثيرة للجدل دي فكرة ما جاتش على بالك والله جاتش على بالك كتير لكن طول الوقت يبدو انه ما يغري المنتجين معي هو الأفلام المثيرة للجدل أصلا ده أفلام المثيرة للجدل فما احنا هنقدم له فيلم سخر مثيرة للجدل برضو لا تخلق أعمالي بالإنتجحة وهو في النهاية مع حفظ الألقاف يعني وهو ابراهيم عيسى ما هيكتب فيلم سخر مش هلقى مسير للجدل ما برضو يبقى مسير للجدل ايه ده هو اللي انت بتطلع تهبت فيه كل يوم ده مش كوميديا أساسا لا والله عيس انت كده كوميديان أصلا برطبة أراجوز عادي يعني حتى وانت متخيل انك بتتكلم جد وهي الكوميديا ايه غير ان واحد نصاب ومدعي بيتصور انه لما يطلع يلخبط في الدين ويضرب في سوابة الشرعة والأحكام هيقدر يفتن الناس في دينها ويخليهم بقى يسيبوا القرآن والسنة وقراء الأئمة والفقهاء والصحابة وهيصدقوا هو بالدين الكازوى للتيكاوي اللي هو حامل ريته وسنده بحملاته وبعدين انت فهم غلط عيس انت ممكن تكون مثير للشفقة مثير للشمئزاز مش مثير للجدل خالص اسمع يا عم نصحت الوادي يوسف الحسيني واتكل على الله وعمل أبلام كومتي يمكن الهال سيعجبك وتحل عن سمانة وتنزم عوداننا شوي خالد الجندي السلفية في مصر نوعين نوع إرهابي بيكره الدولة ونوع بيحب الجيش والسرطة والريس وبيدعموا الدولة نص المسجد ملتحين نص المسجد بينتموا للتيار المسلفي فلازم نقول للناس ونوضح لهم يا جماعة احنا نقصدش السلفين دول السلفين دول أهلنا وناسنا وقسياتنا وعلى رأسنا من فوق وإحنا منهم أي صحيح وإحنا منهم اللي ملوش سلف اللي ملوش سلف ده لقير ملوش جوت ما إنما لما بنلفت النظر بنلفت النظر إلى سلفين مهجر أو سلفين موراق حدود ومش كلهم كمان اللي هما رفضين جيشك اللي هما رفضين ولي أمرك اللي هما رفضين بلدك اللي هما رفضين الأمن اللي انت فيه اللي هما بيشككه في الإنجازات اللي هو بيشككه في ديننا اللي هما اللي بيتههمون بالشرك والكفر اللي هما لا إذا لم تكن لدينا قاعدة إثابة المحصن والمطيع والجيد والفاهم والوعي والمنتمد لنفس خندقك ده ما تخرجوش من خندقك وبعدين احنا في حالة دلوقتي بنحتاج جميعا إلى وعطاصم سلام على الود والمحبة شيخ خالد صحيح ما محبة لبعد عدوة ده انت راجل متسامح جدا ودي بقى تعليمات جديدة جاية من الأمن الوطني ولا المخابرات ولا من السيسي نفسه اللي قالك انه مزنوقه محتاج ينوع ويلم حاوله يعني كل المتطبلتية اللي لابسين عمة الدين وجمع بقى الدقون مختلفة الأحجام والألوان لحد الدوجلس بتاعتك يعني هي دي صروط السلفية لعلى مقاسك ولو طبقوها هترضى عنه ان مش لازم يكونوا بيحبوا الدين والحق والسنة قد ما يكونوا بيحبوا السيسي والجيش والسرطة وبيت روجيت والسكة الحديدة وبيحبوا بقى الكبار والفنادة والأسور بالمرة يعني ليه سلفية برهامي وحزب النور طب ما هم موجودين وقلعين وتحت أمر أي إشارة من زمان بس انت اللي مش اخب بالك كده عرفنا جماعة جنة الوطن اللي مسموح للسلفين يعيشوا فيها خلاص واللي خالد الجندي مش هيقول عليهم عمم على رمم ويعد التاري على دقونهم ولبسهم انهم يكونوا منفقين وكدبين حتى لو بيكلموا الناس بالشرع والسن صح كده شيخ كنتاكي؟ رئيس شعبة بيض المائدة الفراخ بتجوع وصناعة بيض المائدة تنهار وملاش ملجأ غير الرئيس يرؤد يحمينا لو ما تمش فرضاً لو ما تمش استجابة للبيان بتاعكو وما قللوش المستوردين تبقى لكلام حضراتكو السعب هتعملوا ايه؟ احنا بنبيع فراخ لغريديا نعم بنبيع الفراخ لغريديا لان احنا مش قادرين نأكلها ومش لإنباعها بنتكلم في عدد قد ايه تقريباً بيتباع او حي اتباع من الفراخ اه يعني الاعداد بالضبط مش كي يعني احنا وزين مثلاً حوالي حوالي كمي فراخ لغريديا حوالي كمي فراخ لغريديا فوق ستمائة الف ترخة في خلال الاربع تيام اللي فاته دول من ساعة ما بدأ ما يبقاش من التواجد السن اتباع اه دول اتباع حالياً ومرشح يتباع قد ايه؟ والله يا فراخ لغريدياً وكله على الحسد من قدر يأكل الفراخ وأولاقي وخمات ولا بسناء على حسد الموضوع ده بيتباع الحر تمام من عشان كده بسأل حضرية اه على حالي في خلال ثلاث يام اتباعها على ستمائة الف أم بيان ايه وفي خلال كان يوم تاني بعد كده عايبقى ليكوا التصرف تاني يعني احنا بملجأ للسيد الرئيس عشان ما يبقاش لينا تصرف تاني يعني احنا ملناش ملجأ للسيد الرئيس اللي هو يحلينا من الموقف ده بتقليل بتقليل السعر لا حول ولا اخوة تقليل بالله حتى الفراخ محتاج عفو رئاسي انت ابني سألت على اللي انت عاوزوا يحميكم الاحتكار ده وعملين تلوم الحكومة انها مش عارفة تسيطر على السوق وسألت ايدها من احتكار المستوردين على اساس انها حكومة بجد يعني من السكرتاريا بتنفذ اوامر الحتان الكبار اللي متحكمين في اقتصاد البلد كلها وبعدين السيسي هيحميك ازاي يعني هيبيض هو مثلا انت بتناشد وبتلجأ لخريج مدرسة احتكار كل السعر اساسا يعني جاي على قس البلاوي وعاوزوا يحميك كان راح حمل نيل وغاز البحر المتوسط قبل ما يحمل بيض هو قادر يحل عجز الميزانية اصلا ده كل اسباب يخد له قرد عموان اتطمن وطمن الفراخ واتطمن على البيض لاننا ما زال عندنا اكتفاء ذاتي منه في الاعلام واختباط السيسي بكرا البطل الهما يهل علينا من فوق حماره لابيض ويفتتح الوطنية للدواجن ومستودعات خير بيض الارض والاشي هتبقى معدن بقى وهنتهر بيض اتقل بس حزب التجمع البرلمان الاوروبي اعتمد دائما على معلومات مغلوطة والشعب المصري لا يثق في بياناته وتم الارسال من جهاز سامسونج وتم استقبال سكريبت من عدة نوكيا بنانا كان رفعة السعيد شماشيرج العساكر شاريها بالقصد من شرعب عزيز احنا عموما استفادنا من الخبر ده ان لسه في حاجة اسمها حزب التجمع لسه صاحي وبيلعب ومتحول لسه مقراته لمحلات كشري وده في حد ذاته خبر عظيم الاستفادة التانية اننا اتحكنا شوية من السقة اللي واخدكه ورمصنا على الكراسي دي ان الشعب لسه فاكركه اصلا ومش هيصدق البرلمان الاوروبي وهيصدق فرع الامن الوطني اللي بسمي نفسه حزب التجمع اللي هو يساري الصبح ولبرالي بعد الظهر وبالليل فتحها كبرير وبيلبسوا بيدل الرأس للعساك الشعب المصري مش بس ما بقاش يسق غير في الغرب وتقاريره عن النظام المصري وانتهاكاته وفساده وفشله اللي الناس لامساء ومش محتاجها تقارير ده ما بقاش يسمع ولا يصدق خبر عن مصر غير من اي وسيلة بعيدة عن الطبالين الوصوليين امسالكم اللي شايفين كم الظلم والانهيار الاقتصادي والفسادة ولسه مستمرين في الانحطاط ودعم حكم عسكري فاشل وقتال قتل لميس الحديدي المصريين مسرفين في استخدام المضادات الحيوية سبعين الف حالة وفاة بسبب الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية ويعني المضادات هتغلى تاني ولا هتتمنع والذي سبوبة جديدة من صفقات خير اجناد ومضادات الارض يعني هو كلامك لو في دولة محترمة وإعلامها نزيه ومش ضلالي وخدماتها الصحية متوفرة ومرصود لها الميزانية المزبوطة هيبقى كلام صحة طبعا لكن لما كلكوا في الاعلام فجأة تتفوا في بقء بعض بنفس الاستوانة وتهروا في الحوار ده في الوقت اللي بجرة ألم من مسؤول غبي وفي يوم وليلة الصيدلات تتمنع انها تبيع وتدي حق المضادة حيوى للناس من غير أي تمهيد أو دراسة للقرار يبقى الحكاية فيها إنا بقى يعني انت بتتنططي كالعادة على الشعب وبتقول عليه مسرف كمان لما بيتعب ويستسهل وينزل الصيدلات ياخد حقنا تريحوا شوية من التعب طب هو المواطن هيعمل له كوي انتوا كدولة ووفرتولوا ايه يخليه لما يتعب يروح للمكان الصح عشان يدلوا بقى العلاج المزبوط موفرين له خدمة صحية وقدمية بنيتولوا مستشفيات قريبة طب طورتوا الخربات اللي اسمها مستشفيات حكومية وخلتوها جاهزة بالعلاج والأجهزة الطبية ومستعدة لاستقبال كل الحالات خلتوه متأكد انه هيروح يتعالج صح او يلاقي سريل فاضي حتى ووفرتولوا الحد الأدنى من الدخل اللي يخليه لما يتعب يقدر على فيزيت عيادة خاصة عرفت بقى ان السبعين ألف هو أكتر مع الملايين اللي بتنظر عليهم وتقولوا مسرفين زنبهم في رقبة الحكومة وفي رقبة المطبلاتية أمسالك ابراهيم عيسى يعلق على خروج تجمعات كبيرة لاستقبال المغني الكوري سيهون بمطار القاهرة النهاردة مشاهد مهمة نتأملها لعدد كبير من الشباب المصري مئات وربما يمكن أن نقول ألاف مضعة ألاف يعني أو عشرات المئات حسن تقديرك في مطار القاهرة في استقبال فيما داخل بوابة الوصول في استقبال مطرب كوري سيهون أو كيم بانهون ده عب يعني أتوقف عند هذه المشاهد ولعلنا نرى الآن بعضها إنه نحو دوره وإحنا عايزين يشوف عدد نحن عدد أي أبنائنا بنات وولاد وشباب وحجمات وجرموها شايف العدد شايف الناس اللي في استقبال والشباب اللي في استقبال هذا المطرب الكوري يعني ربما لم تكن اللي تسمع عنه من قبل وربما لا يسمع عنه كثيرون لكن طبعا هو ولد شهير عنده عشرات الملايين من المتابعين في اليوتوب وفي الفيسبوك وهو كان دي جيف عمره 30 سنة وبعدين أغنيه اشتهرت جدا في كوريا أنا عايزة أولا هو صبية وولاد وبنات وشباب وجيل أقدر أقول إنه فعلا عشرات المئات أو بضعة ألاف طبعا هم عادين يكررون الصور في أظن مشاهد أخرى غير ده بس لكن عموما يمكن إن إحنا يعني في أكتر من فيديو مش بس الفيديوهات السريعة اللي قدمت الآن وفي صور هاي بتبين العدد والحجم ومظونيش المراقبات دولة تابع الموضوع بس يعني جايز إيه المشهد ده بيقول لنا إيه؟ مشهد استقبال عشرات المئات أو بضعة آلاف من الشباب المصر اللي بيين جدا في السنه إنه عشرينيات لمطرب كوري قادم لإحتفال في مصر هنا في أظن عرض أزياء وهو يغني فيه في الهرم إيه لي يقول لنا ويدلنا المشهد ده علي؟ أول حاجة دليل على إننا لا نعرف اهتمامات شبابنا بدقة في مصر لا ثانية واحدة بس هو أولا أنت يا عيسى اللي محتاج تفهم أبسط وأدفى أبجاديات شغلك وقابل ما تطلع تنظر على الخال وتعيش في دور بقى فيلاسوف الغبرة اللي بيحل المشهد مالوش 30 لازمة وتتقمص دور أستاذ علم نفس اجتماعي كان لازم حد يعلمك إنك تتعب شوية وتقول معلومات صح عشان دي هي الفجوة الحقيقية اللي بين اللي زيك وبين الشباب إنكم شوية جهلة وعاوزين تسوقوا جيل الكمبيوتر والإنترنت وتحدد دولهم مصرهم بنفس دماغ الستينات العقيمة أنت طالع تحش وترمي وفاكر إنك محتكر الحقيقة واللي بيسمعوك بهايم لازم يتعلمه منك لكن في الحقيقة كل معلوماتك غلط وبتقولها بكل أريحية وسيقة يعني الواد أولا ما اسموش كيم بان هو واسمه أونسي هون ومش جاي يغني في الهرم وما عندوش 32 سنة وما بيشتغلش دي جي ده مغني راب يا مفتح وحتى الصورة يا راجل اللي انت عرضها مش هو سنين ايه العمق اللي انت عامله للحكاية ده وإيه الأسلوب الهادي الحنين اللي بتتكلم بي ده يعني هي دي المناظرة لتعجبك وهم دول نوع الشباب واهتماماته اللي بتبسطك لكن لو شفت آلاف ماشيين ورا جنازة عالم دين حملاتك بتنفجر حزنا على البلد اللي بتضيع ولو آلاف راحوا المطار يستقبلوا شيخ بيحبوه هتولول وتقول الحقوا البلد اللي بتتخطف من الطائرات الإسلامية صح ثم هو فين الموضوع أصلا المنظر عادي جدا هواتك كنت في غيبوبة لما أمي تبت شان نزل مصر في التسعينات فين الحدث يعني لو من وسط 100 مليون طلع 500 ولا 600 واحدة يعملوا باي باي لمغني راب مش فاهما رئيسة المجلس القومي للمرأة الإخوان شوهوا صورة المرأة وحزفوا صور السيدات من المناهج طب ممكن تعادي مع إبراهيم عيسى وتنسقه مع بعض أم صيغة واحدة للاعتراض على عميل الإخوان السوداء في الكم شهر اللي قاعدوا فيهم يعني عاوزين الشكوى تبقى موحدة عن حقوق المرأة اللي انتو اختصرتوها في حقها انها ترقص على مركب أو تقلع خالص وانت شخصيا ما طلعتيش بيان عن المرماطة اللي حصلت للممرضات من حظ ظابة البلطاجي غير بعد ثلاثة أيام لما شمشمت كده ان النظام هيسمح لك تتضامن معهم ولو ببيان خيب فاحنا عاوزين نعرف دلوقتي هو عهد الإمام المبلح طبيب الفلسفة منجد الخطاب الديني في العهد ده يعني المناهج حسب رأيك حلوة وصورة الستات بيها ملعالطة كده ولا نصدق إبراهيم عيسى اللي اشتكى من شهر ان المناهج لسه فيها صور لستات محجبة رأيكم النهاية ايه دلوقتي السيسي خلص المناهج من الفكر الظلامي اللي حط الطرح على رأس الستات اللي مش موجودة نهائي في المجتمع المصري واللي حسب رأي إبراهيم عيسى ان النظام مازال لمؤاخذة مخترق من الطائرات الإسلامية وبيغفلوه وبيحطوا ستات كفالة الشر محجبة في المناهج وبعدين رفقة بالمرارة شوي ما كانتش سنة دي حاكموا فيه الإخوان ويريتهم حاكموا أصلا يخرب بيب بيوكو ده لو شمع صلب كان زمانها ساحت منكو خلاص يا تيت الإخوان وحشين وفشلين واختفوا خلاص والله طفشوا أو ماتوا ممكن نشوف لأهليك وكرامات بقى في التعليم نفسه بعد ما سهر الستات رجع التاني بالسلامة شريف مونير رئيسنا بنام وأملاق الدنيا متغيرة أروح مشوار وارجع ألاق الدنيا متغيرة أعرفتوا أن أنا ابن من أبناء المنصورة فأنا بقى أقول لكم يعني ألا متشرف بوجودكم وأهلا وسهلا بيكم في المنصورة الجديدة الفيلم اللي إزار دلوقتي الحمد لله يعني اتقل بصوتي والإنجازات باينة واضحة يعني مش هنتكلم تاني عن الإنجازات لأنها مالية مصر كلها حاجات اتعملت في لمح البصر يا رئيس أنا بنام بقوم بلاقي الدنيا متغيرة بروح مشوار أرجع ألاقي الدنيا متغيرة والله أنا بكلم بجد يعني أنا من سكان حي المؤطم هالله أنا من سكان حي المؤطم المؤطم بقى حاجة تانية ما بقاش حي بقيت مدينة حاجة في منتهى الروعة بخش الحمامة رأيه وسأعمل زي الناس ألاقي الدنيا متغيرة أروح المطمخ أشقر على العالم اللي بصور قدامه فيديوهات الوطنية فشخ وأمسك صورتة كابوسك فيها من بؤك واطلع أبص من البلكونة ألاقي الدنيا متغيرة ببص على أحمد موسى ومصطفى بكري وأنا باخد منهم جائزة الدولة التشجيعية لتعريصة الموسم بلا منازع بلاقوا شاشهم من الغز متغيرة راضي عني بقى برينس اللي قالي الجميل في الموضوع بقى جماعة بعد الرخص اللي انتوا سمعتوه ده إنها تقريبا أول مرة السيسي ما يبقاش متكايف من التطبيله الواد واقف عمال يحزق ولسانه اتبرى من لحسة جزمته وسيسي قاعد يبصوله عاوز يقول له لا شريه واسعت منك قاوي دي التقل لها شيخ بقى مش للدرجات دي آه دا جماعة نموذج من فنانين مصر اللي على مقاس دولة السيسي ودي أنواع الشخصيات اللي النظام ممكن يرضى عنهم ويسيبهم يشتغل ويقول عليهم إنهم وجهة للشعب وقوة مصر الطرية اللي بيعبروا بفنهم عن مشاكل وأزمات المواطن اللي ما بقيتش موجودة خلاص وتحلت بقى كلها الناس شبعت وتعالجت واشتغلت وقدرت تعيش وتصرف ويجيب أساسيات المعيشة لما السيسي طلع بكبري أو رصب طريق أسكار يسادت الفريق شريف مونير كات خاش يا فنان عالتطبيلة اللي بعدها بقى شريف مونير انت بتكون قاعد تحت البطنية مفسوط وأنا متبهدل في الشارع عشان كده أجري غير أجرك وحياتي غير حياتك لو مش عاجبك بخلي أمك ننزل تمثل بدلنا على الحدود وإحنا بنبقى نزلين من فيلالنا نمثل ومش عارفين راجعين تاني ولا لا كالا جماعة أعتقد إن شريف مونير وصل لمرحلة الهوب باستنجلينا ومحتاج جلسات علاكة هربعة عجلة يعني عشان الحالة فعلا متأخرة وأنا بناشد السادة الزباط اللي حصريا هم أصحاب الملكية الفكرية للجملة اللي قالها دي إن هم ما يقفشوش عليه أو يعقبوه عشان سوا نفسه بيهم لأنه ما قصدش والله هو عبيد بس مش أكتر يعني الواحد كل ما يقول مش عاوزين نجمع ومش عاوزين نحط الفنانين كلهم في قفة واحدة ونقول عليهم شوية أرجوزات ومهرجين ولو صحينا الصبح لأنهم اختفوا من الوجود ولا نحس بيهم أساسا بس يعامل تواعي للإنت بتقوله ده ومصدق إن أجرك عن الهجايص اللي بتعملها أجر عادل وطبيعي يكون ملايين وغيرك ياخد ملايين عادي يعني بتتنطط على الجمهور بساعتين ثلاثة تصور في الشرح طب وعمال البنى والنظافة والفلاحين والأرزقية والصناعية وحتى الدكاترة والمهندسين اللي بيشقوا أضعاف شقاك وتعبك وبياخدوا ملايين إنت بقى وإنت مجرد بالياسو رسالتك في الحياة التطبيل حسس إن الناس هتقبل الهبل اللي انت بتقوله ده هو ده التعب اللي بتتعبه ومخليك حسس إنك من فئة أرقى ولازم تاخد أجر أعلى من كل الناس جرب ناري الغيرة غيرة جرب ناري الغيرة غيرت ايه أقول لي السيسي يا جماعة بتوع ربنا بقى لكم خمسين سنة بتدعو انتو بتظلموا الدعا مش في الحزبان يعني ومحدش بيخطط لبلده كده يقول لك إن منستنين لما يجلنا يعني ربنا يوفقنا يبعط لنا حاجة ناخد يعني نوريس يعني نوريس يعني نوريس طيب يا جماعة هو حد يزعل بس للكلمة دي يا بتاع يا جماعة يا بتوع ربنا انتم بجي تقعدوا بتتدعو كل بقى لكم خمسين سنة بتدعو تصدقوا بالله انتو بتظلموا الدعا والله العظيم بتظلموا الدعا دعا من غير عمل ربنا ببيعملش كده وبصالة في النظر إن مفيش حاجة اسمها بتظلموا الدعا دي وإنها جملة جديدة من كلامك العبيطة اللي ملوش معنا يعني بس عندك حق والله آه هي مشكلة مصر فعلا في الجماعة بتاع ربنا اللي بيدعو دولي هو الدعا اللي عوّم الجنيه ورفع الأسعار وجاب لنا القروض والديون فعلا احنا نجرب الجماعة بتاع الشيطان كده أو الكفر يمكن يعني تزبط طالما الدعا مش جايب نتيجة وإمتى رايز أي حد من هنا ورايح تسمعه بيتعي أو بيقول ففهمناها سليمان أو أنا بكلم ربنا وهو بيكلمني وربنا في ظهري وكل الدرواشة دي بالجزمة وعلى بقه على طول مش طالبة درواشة هنا بس معنش سؤال يعني إيه قد يبدو تها فيها ما تسيب اللي يدعي يدعي انت ما لأهلك يعني ما الناس بتدعي وبتشتغل وطلعين عنها والمواطن بعد إذن سيادتك يعني وأنا عارف إن دي حاجة ضايقك عارف وقارف كتاب الله إن ربنا قاله ادعوني فاستجب لكم ما تشتغل إنت وإنت ساكت يعني إنت متحكم في حياة الناس وفي دعاهم كمان عاوز تاخد عليه فلوس ده كمان بس عموما نتطم إنت بالذات واخد شوية دعا ما أقولكش ربنا يجعل لك منهم نصيب وربنا يستجيب السيسي جالساً في الفسحة مع أم فاروق اللي عنده راسين مواشي هيدخلوله ربعمائة لحلوح في اليوم لكن حتديني حتدار خار الراجل اللي حيبع عنده راسين من دول هيعمل ربعمائة جنيه في اليوم ولا أنا مظبوطة فاني ربعمائة 200 جنيه في اليوم بالظهر أنا بكلم لو عنده راسين لو عنده راسين ربعمائة جنيه ربعمائة جنيه يعني 12 ألف جنيه في الشهر حاجة تانية غير اللي إحنا فيه دخل هو بيطلع دلوقتي في اليوم مثلاً عشرة كيلو يعني 300 كيلو أرقام مش حالش أن أعطعت شكراً سيدنا شكراً بص يا جماعة ده تقريباً البرومو بتاع الجزء الثاني من فيلم عربيات الخضار واللومض الموفرة لفنان الجيل الرئيس بلح ده رئيس دولة جماعة ومسؤول عن بلد فيها 100 مليون بني آدم مش واحد مع قريبه قاعد على شط الترعة ومشمر الجلابية وبيمص قصب وعمال يهرف أي بتنجان راسين إيه و400 جنيه يعني لتتعام في دماغك طب واللي ما عندهش مواشي يعمل إيه ثم انت بتكلم مين أصلاً الفلاحين طب ما تبدأ بنفسك كده وهو الأصل واسع ربي لك جوزين بقر عشان باقي المواطنين ياخدوا منك القدوة يعني وكل واحد بقى يجيب له جوز معيز وربيهم في الشقة عنده ويبقى هو ده المشروع القومي الجديد طالما اللومض الموفرة ما زبطتش الفلاحة طبيب الفلاسفة محتاج دعم وأسمدة وكماوي وتقاوي محتاج نظم رأي حديثة وتسهيلات في تسويق زرعته محتاج رعاية صحية ومساعدة من الدولة بدل الخوازيق اللي محتوطاله محتاج كل ده عشان يعرف يعيش ويزرع أرضه مش محتاج الهابل وشغل المساطب ده السي سي والله ما حد هيقدر يعمل أكتر من اللي احنا بنعمله تاني بقول لكم لو فضل نمونا السكان بالطريقة دية ما حدش هيقدر يحل المسألة لأنا ما حدش هيقدر وخلاص ارضو بقى ما تقولوش ايه يعني انا مفتكرش حد هيقدر يعمل أكتر من اللي والله ما حد هيقدر يعمل أبناء ده لا وبصراحة دي عندك حق الصراحة رئيس والله لو جبنا 30 رئيس بعدك ما هيقدر حد يعمل وانت بتعمله دي أرقام قياسية في كل حاجة عابض السوبرمان يا دوب يقرب منها بس مش هيقدر وصل لها يعني قيمة عجز الموزنة وانهيار الاحتياط النقدي والديون الداخلية والخارجية وعدد القروض وقيمة الجنيه قدام الدولار دي حاجات لا يمكن حد غيرك يعمله مين هيقدر يفرط بالسهولة دي في أراضي وجزر واحقول غاز وحدود بحرية مين هيرهن العدد ده من أصول الدولة ويقطع فيها شمال ويمين لكل عابر سبيل عاوز حت مين هيفرط في مية النيل ومين هيقدر يبني سجون أكتر من اللي انت بنتها ومين هيستجر يعمل المجازر اللي عملتها في حق مواطنين عزل ومين هيوصل نسب الفقر والجوع والإحباط عند الشعب للمستوى اللي انت وصلتهوله عداك العاب أسط مش دق أسطك برضه ولا انت بصدق نفسك وبتتكلم بجد عن إنجازاتك أحسن كده ده محتاج تدخل من كل دكاترة الطب النفسي في العالم وأكيد مع العلاج إن شاء الله هيقنعوك أننا هنجوزك هنوم مدير مستشفى قويسنا للممرضات أي ضرر هيمسكو في النيابة أنا غير مسؤول عنه ده حق لما أروح أشهد شاكي هيني بوضف لكم أنا هقف عند رفع أوراق هقف عند النيابة هقف هقف إن إيه اللي هيحصل بعد كده وأي ضرر هيمسكم أنا أجي المسؤول تمام؟ ولكن ميكانياتي كالنمك وإخت الضهركم وجبنا قياداتنا وألبنا الدنيا حصل إذا قدتم ممكن أن تروح كلنا دي ما تتعاملوا بحضور الدكتورة راشد دائماً لنحصر دائماً لنحصر دائماً لنحصر دائماً لنحصر دائماً لنحصر أما جاليز يعتزروا دائماً لنحصر أنت عادي كده تتكلم بكل بساطة مع الممرضات اللي بيشتغلوا معاك وشايلين المستشفى على اكتفهم ولما الموضوع يخلص وحقهم يروح بضغطك وتهديدك الصريح ده واعترافك أنك راجل هفق ومش هتقدر تقب في ظهرهم هيبقى طبيعي أنك توريهم وشك وتكبرهم على احترامك وهما فكرتهم عنك أنك ترطور وخايف على كرسيك وبتنصر القهارهم واعتدى عليهم وبتقولهم مع نفسكم ماليش فيه؟ مأساة والله أن كل مكان في مصر لازم المسؤولين عنه يكونوا شبه اللي مشغلوا لا نخوة ولا رجولة ولا ضمير بيختاروا مع الفراز يا أخي أحمد موسى وقعت مستشفى أوسنة وبيان النيابة العام بتثبت أننا في دولة قانون ومفيش حد فوق القانوننا كل يوم تتأكدوا بلد فيها قانون والدولة دولة قانون مفيش حد فوق القانون على مدار الأيام اللي فاتت الناس عملة تتكلم وتأخذ في قضايا معينة وتقول كلام فارغ كتير قوي بكلام فارغ عمالين نسمعه لا يا جماعة عيد لازم يبقى دايما عندكم ثقة ثقة في البلد وثقة في دولة القانون مش بالكلام بالأفعال نايب العامل شوية نايبة طلعت بيان مهمة حوالين وقع اللي حصلت فيه مستشفى قويسنا اليوم الخميس اللي فاتنا هنعرف إيه التفاصيل بعد شوية وننتكلم عن الموضوع ده بتفاصيله وحية أمك دولة إيه عنيه؟ قانون؟ طب وكريم الهواري عنده فكرة بحكاية القانون دي طب سيادة المستشار الخلوق مرتضى منصور جات له إخبارية بحكاية سيادة دولة القانون دي أصل عقبال أمانتك محكوم عليه بشهر حبس واجب النفاذ ولسه بيطلع على قناة الزمالك يشتم كل كائن حي بيمشي على رجليه حتى أنت مع أنك روبوت اعتبر الكائن حي وعمال يجتمع طلعت مصطفى والسكري ونخنوخ بيسلموا عليكوا على بيان النيابة اللي ما طلقش غير بعد ما خدوا الإذن من الحاكم بأمره رئيس دولة الجيش الشقيقة أنه يعمل بيان محسن يعملوه وحظابة يطلع مسنود من حتة لحمة كبيرة فيتعبطوا كلهم بقى من أصغر وكل نيابة لحد النائب العام نفسه ما تعرضهاش أو يا موسي يعني كلها قرية بعضيها ومفيش حاتم بيتحاكم والراس الكبيرة ألهم الأول ووعد الزابت أحمد وعد ونفزه بالحرف لكن مش هيصل بيه أنه يستعد أنه يضربك بغاز وقنابل وخرطوش حد يموت أو حد يحصل لعجب عنيه يتحكم الزابت أحمد لا السيسي الناس اللي بتسأل أنت بتعمل كباري كتير ليه لو ما عملتش كده هبقى بضيع البلد والجيل اللي جاي يعني ناس معها كتير يقول لك إيه انتو تعملوا شفك الطرق ليه إيه الكباري ديت طب دون أنا أكل مهاني لو ما عملتش كده أنا حظلم جيل ده والقادم والله لو ما كانتش البلد يتعاد والتخطة الاستراتيجية بتاعتها اللي اتعملت من قبل أنا ما جي وقبل اللي قبل مني ما ييجي يا دكتور مصطفى مش كده يا دكتور عاصم صحيح فإنه لو ما اتعملش يبقى احنا بنضيع البلد أيها برضو يعني فين أم الإجابة على أم السؤال انت بتضيض على نفسك كمان ده محد يسألك أساسا انت اللي بتسأل وبرضو بتلف وتدور على نفسك وبتهرتك يعني إيه لو ما عملتش كباري البلد والأجيال اللي جاي هتضيع يعني الجيل اللي جاي لو جيه أصلا وما نفستش مشروع إخصاء الشعب اللي عمال يخلف ده ومعطل لك إنجازاتك مش هيحس بالضياع لما يفتح عينه على الدنيا يلاقي الكباري فوقي بتسلم على بعض في الجو يعني عدم وجود الكباري هو اللي هيعمله أزمة نفسية وضياعة بس عادي يطلع للدنيا ما يلاقيش مصنع ما يلاقيش مستشفى مدرسة عليها لإيه ما ياخد جواه تعليم حقيقي ما يلاقيش مزارع وأسواق ومدن صناعية وفرص عمل كل دي حاجات على الهام مشكرة فرعية الكباري أهم حاجة بالكباري تحية الأمم وتزدهر الأوطان عمر قديم لقيت ناس بتتكلم تقولك مصر تنظم كاس العالم ليه؟ وقت الأزمات نركز على الأولويات حكاية التانية ملوحظة برضو بسيطة كده لقيت ناس في الكم يوم اللي فاتوا وحوارات غريبة جدا ناس تتكلم على حاجات صعبة يعني حاجات مش وقتها زي مثلا يقولك إيه مصر تنظم كاس العالم ليه؟ وقت الأزمات اتكلم في الأولويات كاس عالم إيه؟ كاس عالم إيه؟ ليه؟ إيه الشي العظيم اللي هيجرى يعني يقولك لا لا دا لسه في 30 وخمسة ولا 40 دي بلد عندها تنمية اقتصادية عندها دور عندها 60% فقر وتكافل وكرامة وناس عايشة لسه في الأرياف بنوصل لها مية وبنوصل لها غاز والبلد يعني أنا ما عليك يا أخي ليه كده؟ ليه بتأتي الفرحة الشفا جوانا آه عمر في إيه بس؟ ما تخليك طموح كده يا جدح هواسسي هافق يعني ولا عويش؟ دا حتة كاس عالم يعني لراح ولا جيد انت بس خدوا الخطوة الأولى واعملوا حمامات عمومية في الشارع ونبقى نشوف حاجات المونديال دي بعدين وبعدين ما تحزقش قوي كده وتعيش اللحظة وتعمل فيها النصير الغلابة انت بتتنطط بس عشان لطرح الموضوع ناس تانية غير الرأس الكبيرة ورحمة شرفك عمر لو طائت في دماغ فشاخة الرئيس واعلن انه ناوي يستضيف كاس العالم لاتكون انت أول واحد يستلف بدلة الرأس بتاعت ميريان فارس ويغني هو أغنية المونديال الرسمية خليك رويح كده يا عمر أولويات ايه بس وبتاعي انت هتزيط الناس بقالها تسعة سنين مش رأيها تأكوة وانت والذي زيك بتطبيله للأصور والمدن الجديدة ومشاريع الفنكوش اللي شافطت ميزانية الدولة وخدنا فوقها قروض هنفضل نسادت فوائدها مئة سنة قدام لغير القطار الكهربائي والمواكب الفرعونية ومؤتمرات شرم الشيخ واخرها المليارات اللي اصرفت على مؤتمر المناخ جايت على المونديال وهتعمل فيها خضرة شريفة ورجل الأولويات السيسي يمزح وزير النقل نحل توابرنا عم بالفلوس اللي خدتها والوزير يرد كله المصري يا ريس اه فانت الارض بتاعتك غالية ومتاعت الطريق ومتاعت السيكة الحديدة ومش عايز يدي حاجة يا دكتور مصطفى يقول لك ارضي لعمل لنت هبرت نحلت وبرنا من الفلوس اللي خدتها هو ده القطر مش كده يا محمد هزاكي دحر وبر الدولة في مشروعات النقل بتاعته يقول لك لا بدكمش دحرم السيكة الحديدة بتاعتي كانوا بدين عليها زمان وكانوا عليها عشوائيات لما جينا نتكلم على المحور دعمله طب يا جماعة رسونا على الدور وما تتكسفوش هل احنا كشعب جايين في وقت مش مناسب نمشي والله لو عاوزين تاخدوا رحيكو في الكلام أصد ده كلام خاص بالبيزنس بتاعكو في أم الطابونة اللي مدورينها والفلوس اللي نجل وبرك فيها فلوس همك انت وجيش يعني فعمال انت تتحاسبوا قدامنا بقى وليكو نفس تهزروا تتحكوا وانتو مضيعين مئات المليارات اللي تقوم اقتصاد عشر دول صغيرة في الهنتريش ومشاريع اللقطة والشو وسبين الناس جعانة والغلاء والفقر بينحرف عضمهم انت مين يا عم انت وهو عشان يبقى انت ليك فلوس ومشاريع وهو ليه ميزانية ومشاريع وعمالين تقسموا اللي لقدامنا ده شغل زرايب ده ودي تتحرق بقى درسات الجدوى على الإدارات والوزارات المعنية كامل الوزير نجل وبرك عسي يقطعنا احنا يا شيخ ده احنا اللي يتنحل جلدنا وعظمنا فدى مدنك الجديدة وطيراتك وقصورك ومنوريلك ومدنك الترفيهية وتطلع روح نغالة وجوه ولا يهمك المهم ملاعب الجولف والتنس في العاصمة الإدارية والعالمين تخلص احنا فداك رئيس بعد الشر على وبرك السيسي لم نعكس زيادة الأسعار العالمية على المواطن خالص حاصل يا رئيس انا بس عايزة والدكتور هلا بتكتلم دلوقتي ارجو ان احنا نبص على الخمس عناصر اللي هي اتكلمت فيهم دول وحاجي بس على بند واحد البنو بدي تانية ممكن تكون كل الناس واخد بالها منها مش كبه لكن انا حاجة على البند رقم اربعة ان احنا كدولة حارصنا على ان احنا ما نزودش ونعكس التكلفة كبيرة اللي احنا ميجب يعني احنا لما الدكتور هلا كلمت على ان الاسعار زادت الستين لسبعين في المية بين الدرة والعمح طب احنا كميات اللي بنجبها وبنستوردها من الخارج من السلعاتين دول يا دكتور نصفا ضخمين جدا كان نفس الكمية بنجبها تعريبا لكن احنا لم نعكس الزيادة اللي حصلت فيها حصل يا رئيس والناس مستغربة اصلا ان العالم كله الاسعار فيه مولعة واحنا كل شوية السلع بيتغير سعرها وتقل من ساعة للتانية زي شريف مولير كده يروح المشوار ويرجعه يلقوا الاسعار نزلت لدرجة ان الشاي والرز والفراخ واللحمة في بعض المناطق من كتر ما نزلت اسعارهم وصلتوا باقي بالسالب يعني المواطن بيروح للتاجر يجيب منه الحاجة يقوم التاجر مدهاله وعليها فلوس كمان من كتر ما انت وحكومتك معكستش زيادة الاسعار على الناس خالص يعني الصرف وبعدين رئيس انت بستني اكتر ما كده ما ترفع الاسعار شوية على الناس جدع البلد بتضيع والناس هتاخد عدالة ده وهيبقوا مشرفين ده كده ممكن النعمة تزول من وشنا لو فاضل انخفاض الاسعار بالشكل ده انت كنت بتتعطى كتب ده وانت صغير حقا في الوريد ولا العضلة الرئيس فيما عادة ذلك فكل شيء في مصر على وضعه انا؟ نعم جو سي بخانس ساوات دوينوفيه اماما اماما الجاموسة بتاولك دلبي براسة محشورة جوة محشورة؟ ضايفون انت كسبت حالة مالة مفالا ليك لواحدك ده رقم مدام نانا للتعارف الجاد خش اكلمها ده انت عايز الفيلم خلاص؟ طب ثانيا كسبت كوتشي ببلاش رمضان لسه ما فاضل عليه شوية صح نعم دوس على الرابط اللي تحت وكون اول واحد يقرى معانا رواية فيلم عمر و سلمة والعلم نور طب دوس على الرابط اللي جنبه وعرف حبيبك المستقبلي والعلم غير دوس على الرابط اللي تحت وانت تنسى الاكس في ثلاث خطوات وكان العلم نفع نفسه ده الشيك اللي هيغاهر حياتك وده الشيك الشيربيني نزم بغزر معك خلاص بقى خلاص اتعز الفيلم وليسه منزلش والله ما عليش موسيقى 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 اترcription dai يا را seasonal اعدن ان افيد اللي هو هات신ظام السيارة الطبيب الطبيب طبيب اديه الجهب اجب everytime fiش الجهب هات منظم هات من طبيب تفتوب الملاحان الجهب التتعليق التعليق World Cup means everyone together, Egypt is out the World Cup means it's not the World Cup anymore. what's that? I'll admit it. I'll admit it, my heart. 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 How much does this mean? 999. But! You're not mad, my heart. Why are you just telling me? Don't you say 10,000! You're the ones who are you! Yes, 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 yes. To the more of the energy-economic power, المحفزة على الهجرة، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان يوصلكم مشعار بالحلقات الجديدة. ونتمنى تتعاملوا برنامج بنشر الطاقة الإيجابية دي من خلال اللايك والشيك. أقولوا قولي هذا وأستغفروا الله لي ولكم.